توجه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اليوم من قاعة المحكمة إلى مزرعته في أحدى ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام أباد على الرغم من إصدار المحكمة أمراً باعتقاله وبعد أن رفضت المحكمة تمديد الكفالة لمشرف وأمرت باعتقاله خرج مشرف مسرعاً من قاعة المحكمة وسط تدافع المحاضرين ووسائل الإعلام لأن الشرطة لم تتحرك لتنفيذ القرار وأمر القاضي باحتجاز مشرف فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكابه الخيانة خلال أزمته مع القضاة عام 2007 عندما أعلن حالة الطوارئ في خطوة مخالفة للدستور هذا ويواجه الرئيس السابق الذي عاد مؤخراً من منفاه الاختياري قضايا عدة منها اتهامه بالتورط في اختيال رئيسة الوزراء السابقة بالنظير بوتو